بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف الخامس التلائي ومع حل أسئلة الدرس الأول السنة النبوية الشريفة معناها وكيفية تطبيقها النشاط الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام كل ما تفيدنا به السنة النبوية في حياتنا نضع علامة صح أو خطأ أمام الأشياء التي تفيدنا في حياتنا تفيدنا به السنة النبوية أولا تطبيق تعليمات القرآن الكريم في حياتنا اليومية إذا طبقنا تعليمات القرآن الكريم في حياتنا اليومية طبعا هذا يفيدنا بل إجابة هنا صحيح نتعلم كيف نعامل الناس بطريقة حسنة نعم أيضا هذا ما تفيدنا به السنة النبوية الإجابة صحيحة نتبع أخلاق وسلوكيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإجابة أيضا صحيحة لأن هذا تفيدنا به السنة النبوية توجيه سلوكيات الآخرين بطريقة إيجابية الإجابة أيضا صحيحة نتعلمنا توجيه سلوكيات الآخرين بطريقة إيجابية ليست بطريقة سلبية مثلا ننتقل إلى النشاط الثاني نتعلم من السنة النبوية الأخلاق والمعاملات اقرأ المواقف التالية وحدد ما إذا كان أحمد قد اتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا وهو شخصية ويأتي بأمثلة نحدد هل اتبع فيها السنة أم لا طيب قرر أحمد أن يتوضأ بشكل مختلف بشكل مختلف عما تعلمه في درس الوضوء بالمدرسة طبعا هنا لا لم يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه توضأ بشكل مختلف عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يتبع إجابة هنا لا طيب بعد ذلك رأى أحمد والده وهو يكتب كلمة السر لفتحاتفه واستخدمها لاحقا ليفتح هاتف أبيه ويلعب به طبعا هذا ليس فيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهانا عن ذلك أيضا هنا لا طيب بعد ذلك يهتم أحمد بنظافته الشخصية ونظافة مكانه في الفصل نعم هذا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحفنا على النظافة يحرص أحمد على إلقاء السلام على من حوله عند مقابلتهم طبعا إلقاء السلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام بينكم يبا نعم بعد ذلك استلفا أحمد الألوان من أحد زملائه لكنه أضاع اللون الأزرق بدون قصد وأخبر زميله بالخطأ الذي ارتكبه وفي اليوم التالي أعطاه اللون الأزرق من علبة ألوانه بازا هو دون قصد وأخبره بالخطأ ثم اعتذر وبالتالي أعطاه اللون بهذا أيضا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بازا الإجابة هنا نعم النشاط الثالث تيمنا بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه اشترك مع أفراد مجموعتك في تصميم لوحة بعنوان حق وواجب عنوان حق وواجب واكتب قواعد العمل بالفصل لتساعد جميع زملائك على فهم دروسهم به بازا يريد أن نصمم لوحة بعنوان حق وواجب ونكتب فيها قواعد العمل قواعد العمل بالفصل في هذا الفصل لتساعد الجميع جميع الزملاء على أن يفهموا إيه دروسهم به للإجابة عن هذا السؤال يمكن أن نخطط جدول بهذا الشكل الصفة وهنا قواعد الحقوق والواجبات التي يجب أن نعمل بها في فصلنا مثلا الصدق صفة الصدق القاعدة الحقوق والواجبات أن أقول الحقيقة دائما يعني بهذا واجب لي واجب عليه طيب الصبر أن أصبر ولا أقاطع الزملائي في أثناء إجابتهم على الأسئلة الرحمة صفة الرحمة أضع إناء ماء ليشرب منه الطيور ويمكنك وضع المزيد من الصفات وكذلك وضع القواعد الحقوق والواجبات ويمكنك مشاركة تنافي يعني المزيد اكتب لنا المزيد من هذه الصفات إن أمكنك اكتب لنا المزيد في التعليقات حتى يستفيد منها الجميع في تطبيق الحقوق والواجبات تيمنا بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأخلاقه الدرس التالي هو حل سئلة الدرس الثاني اسم الله تعالى الرؤوف فتابعونا في النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة جذلك تفعيل الجرس ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو أيضا ومشاركتنا في التعليقات يعني برأيك فيما نقدمه وإذا كان لديك المزيد من الاستفسارات اكتبها لنا أيضا في التعليقات انتظرونا في الفيديو القادم وتصفحوا في القناة تجدوا المزيد من الدروس شرح الدروس وحل التدريبات شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته